اهلا بحضراتكم في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع هنتابع فيها مع حضراتكم ازي لنساء العائلة الملكة هتلبسوا خلال مراسم تشييع جثمان الملكة اليزابيث الثانية وتتجه انظار العالم يوم الاثنين المقبل الى جنازة الملكة اليزابيث الثانية واللي هيحضرها افراد العائلة الملكية بالاضافة لقادة العالم وشخصيات من مختلف المجالات هنلاقي انه ضمن مراسم تشييع جثمان الملكة اليزابيث انه نساء العائلة الملكة هترتدي حجاب ايوة زي ما حضراتكم سمعتوا بالضبط حجاب اسود هتظهر به كيت ميدلتون اميرة ويلز وميجان ماركل دوكات ساسك والمفترض انهم هيظهروا في الجنازة بالحجاب الاسود ذلك يوم الاثنين القادم يوم جنازة الملكة اليزابيث الثانية وده بسبب تقليد ملكي قديم هنلاقي كمان ان دوك ساسك لن يسمح له بارتداء الزي العسكري خلال مراسم هذه الجنازة وده بسبب انه لم يعد ملكا عاملا لكن زوج توميجان ماركل هترتدي حجاب دونتل اسود تقليدي والحجاب الدونتل الاسود بيتم ارتداءه خلال الجنازات وبيطلقوا عليه حجاب الحداد وهو رمز يدل على انه مرتدي في حالة حداد في الحقيقة ارتدت نساء العائلة الملكة الحجاب الاسود في جنازة الامير فيليب وده كان في ابريل عام 2021 وتقليد ارتداء الاسود للحداد انتشر واصبح تقليد من ايام الملكة فيكتوريا التي ارتدت الاسود لمدة 40 عام وذلك بعد وفاة زوجها الامير البرت في عام 1861 مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم